اشتركوا في القناة مؤسسة ألسيفير الهولندية مؤسسة ألسيفير مؤسسة عالمية دار نشر كبيرة تمتلك قاعدة بناتسكوباس قبل أيام كان احتفال بذكرة السنوية لتوقيع اتفاقية الشراكة بين ألسيفير ووزارة العالمية والبحث العلمي برعاية كريمة من قبل السيد الوكيل العلمي المحترم أستاذ دكتور حيدر عبد الظهد وهذه الشراكة خلال هذه العام أكو تقريبا 19 مجلة عراقية سجلت في منصة ديجيتال كومنز منصة ديجيتال كومنز هي منصة تابعة لألسيفير هي تهيئ المجلات قبل أنه تدخل لسكوباس وتتأكد أنه المجلات تتواكب جميع المتطلبات تدخل بسكوباس فهذه المجلات العراقية إن شاء الله قريبا تدخل بسكوباس حبيت أنه بهذا الفيديو أوضح لكم بعض هذه المجلات طبعا أسفل الفيديو ستجدون للمجلات كلها الموجودة في ديجيتال كومنز المجلة مثلا هاي مجلة جورنال of soft computing on computer applications تابعة للجامعة التكنولوجية طبعا هنانا مجرد أنه ندخل على الhome ندخل على موقع المجلة ممكن أعلن طريق الinformation to authors نشوف كل التفاصيل أنا أريد ندخل على موضوع النشر طبعا هاي 19 أغلبها تكون مجانية حاليا بس مثلا هاي مجلة جامعة التكنولوجية مثلا 110 ألف طبعا 110 ألف هو مبلغ جدا زهيد إنه تتنشر في مجلة رصينة مجلة تابعة لجامعة التكنولوجية في ديجيتال كومنز طبعا ملاحظة من الريدن سوي submit articles لحيوديك مباشرة لإديتوريال منيجر هذا هو جورنال منيجمنت سيستم التابع لأل سيفير فمباشرة تقدر إنه تدخل معلوماتك وكل السبميشين يكون أونلاين هاي أيضا من النقاط المهمة في هذه المجلات الموجودة بالديجيتال كومنز إنه تستخدم الإديتوريال منيجر التابع لشركة السيفير اللي هي أغلب مجلات سكوبا تستخدم هذا السيستم أكو مثلا جامعة الحلة كلية الحلة للعلوم الطبية الميديكال سايينسيز مثلا هنا إذا نروح على الانفورميشن فور أوثورز اللاحظ إنه there is no article processing charges for publication of the journal on all submissions يعني جميع البحوث تنشار مجانا فهذا الشدة تحدث عننا إنه أغلبية المجلات هي مجانية طبعا المجلات 19 تتنوع بمجلات أغلبها طبية وصحية ومجلات هندسية مثلا أدنا البايوميد فيجين جورنالز أيضا هاي تابعة لجامعة النور وأيضا إذا تروحون على الانفورميشن فور أوثورز على الـ APC تلاحظون إنه there is no article processing charges for publication يعني كلها الجامعة هي تغطي المصاري في النشر أكو مجلة الإسراء للعلوم الطبية أيضا أيضا عندهم هنا جورنال متريكس والأوبن أكسس إنه جميعها هي أوبن أكسس وفريلي أفيلابل عدنا جامعة العين للعلوم الهندسية فأيضا من نروح على الموقع والروح الانفورميشن فور أوثورز نشوف إنه there is تقريبا هنا 600 دولار for publication of all submission لكن لحد 2027 ديسمبر النشر مجاني هاي فرصة جدا كبيرة طبعا شنو الفائدة من إنه مجلة موجودة بالدجتال كومانز أول شي الفيزيبوليتي ما الرسيرت ما تك هتكون عالية لحيجيك سايتيشن أكثر لأنه السيفير هي هتكفل بموضوع توزيع البحث الديجتال كومانز هي منصة تابعة لالسيفير بحثك من حيننشر حيشوفوه الباحثين حول العالم هتحصل على سايتيشن استشهادات الفيزيبوليتي ما تأعلى غلوبال يكون ماتك البحث منتشر يعني هذه ممكن أنه تكون أفضل مجالات عالمية مجالات رصينة تابعة لجامعات عراقية وبالديجتال كومانز أنه انتشار البحث ماتك سيكون أسرع وأحسن جامعة المستقبل أيضا للعلوم الصيدلانية والطبية أيضا هنا إذا ننزل الأرتيكل يعني أغلبها هي مجالات نشر بها مجانية أنا أشوف أنه فرصة جدا كبيرة لباحثين أنه يستغلون هذه الفرص ليس بمثل باحثين عراقيين وأنه أيضا باحثين من الدول العربية يستغلون هذه الفرصة للنشر بهذه المجالات العراقية الرصينة موجودة بالدجتال كومانز طبعا السيفير تسوي سوبر فيجن لهذه المجلات الكواليتي عالي قريبا جدا إن شاء الله تدخل بسكوباس ماتك البحوث تنتشر لكل الباحثين حول العالم تحصل على استشهادات فأفضل ما نروح بمجلات مفترسة مجلات تجارية وبالأخير فلوسك تضيع هذه مجلات مجانية نشر بها مجاني بهذه الفترة وكذلك تكون رصينة طبعا نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم أسفل الفيديو ستشوفون اللينك لكل هذه المجلات النقطة الثانية أتحب أن تقدم بالشكر إلى وزارة تعليم الآلة وبحث العلمي متمثل بسيد الوكيل العلمي لشؤون البحث العلمي أستاذ كتراحد عبد ظهد المحترم لرعايته لهذه الشراكة مع السفير متابعت الدائمة وكذلك توفير جميع مستلزمات للجامعات العراقية للنهوض بالبحث العلمي شكرا جزيلا